لا يدري العراقي هل هي بشرى ام انفراجة في الايام المقبلة تلك الكلمات التي صرحت بها وزارة التخطيط عن انخفاض نسب الفقر في البلاد الى عشرين بالمئة وتلك العشرون ظاهرتنا اليوم في تفاصيل حياة العراقي اينما حل وارتحل وانتقل وعمل في الشوارع مأساة وفي البيوت في شح فرص العمل في قرارات تعيق حراك القطايا على البطالة وكل هذا في دائرة الخطر الاكبر المتمثل بغياب الاستقرار الامني الذي حاد من جديد على شكل خلايا نائمة لكن النسبة اعلنتها الوزارة ايضا تبشر بمستوى قياسي حققته الجهود الحكومية في الاونة الاخيرة فيما يرى المراقب لشان الاقتصادي والاستثماري ان صعوبة التخفيذ بوضوح من الفقر وسلبياته على المجتمع العراقي تعود بكل تأكيد الى ما يجري من فساد وترهل اداري نتج بفعل تراكم سنوات طويلة ماضية ومع ايجاد حلول الورقة البيضاء التي اطلقها الكاظمي الا ان عوائق تواجهها كتلك المتمثلة بتهديد بيئة الاستثمار والتي تؤخر بالتأكيد منظومة العمل على التقليص البطالة وتوفير فرص العمل وتحقيق انتعاشة للمواطن العراقي وزارة التخطيط اكدت حاجة العراق لاكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية وثمانية الاف مدرسة سنويا مبينا ان الكثير من الخطط انصدمت بالعقابات على ارض الواقع اشتركوا في القناة